سلامة و مرحبا بكم معنا في ادبارتنا لليمة اليمة مبعضنا كي نعمل سوس بشامال سوس بنين على الأخر و سهيلة على الأخ فيها شوية تكنيك صغيرة تجعلها تنجح معاكم من أول مرة برشة ناس تجربها ومتنجح معاها تجيها كفاها كلك عابر متع الفيرينة تبدأ مش بنينة ويرسيلهم قدش من مرة يعاودوا اليوم كي نريكم التكنيك صغيرة على الأخر اما كي ننجح معاكم من أول مرة وفي كل مرة وبعض الوصفة هذي كي نريكم ديما تعتمدوها المكونات هما 70 جرام زبدة على 70 جرام فرينة عليهم إترحليب اليوم كي نريكم بالمغرفة وي نريكم عينكم ميزانكم مغير ما ما تستحقوا لجرامات لحتى شاي اول حاجة نحب مغرفة كبيرة مغمورة من الزبدة نحط عليها زوز مغرف فرينة اما راهو الفرينة مش بش نستحقوها كاملة هي نورمال مو مغرفة كبيرة زبدة عليها مغرفة كبيرة فرينة تنجم توصل حطها المغرفة ونص انتي ونوعية الفرينة اما بتبعت الحال احنا نحطو دينة مغرفة وبعد نثبتو نزيدو وإلا لا عليهم ملح وفلفلكحن ونوادو مسكا اللي مهوش موجود عندو كيما ايني ما يقلقش روحو مش مشكل عليهم حليب الحليب وهذه هي التفصيلة المهمة على الأخر واللي بش تفرق معاكم الحليب لازمو يكون اسخود تغليوه تسخنوه وبعدها هذك هو اللي بش نطيبو بويه كيما تشوفو الحليب متانا هاوكا طالع منو البخار متاعو هي اول حاجة ناخدو كسرونة متانا نحطوها على النار تحمي بالجدي بالجدي وبعد نحطو قطعة الزبدة متاعنا تذوب في راحت راحتها كي تذوب كاملة نجي ونحطو عليها الفارينة نخلطوهم بالجدي بالجدي حتى لين يتمازج الفارينة والزبدة لازم كل حبيبة متاع فارينة تتغطى بالزبدة متاعنا لا تكون برشة فارينة وتكون شايحة لا تكون شوية فارينة وبرشة زبدة لازم يكونوا تقريبا قط قط هذي كالطريقة الملائمة والمناسبة بش تعرف انو بعض المراحل متاعك بش يكونوا ناشحين هنا بما انو الحليب متاعنا سخون راهم مهوش بش يكون حتى تكاتوليت تحب تضيف تدريجيا وتخلط تضيف على روحك ما يقلقش اما حتى لو كان تضيف الحليب دفعة واحدة زادة كيف كيف ما تخافش على خاطر مهوش بش تسير حتى تكاتوليت نضيف الملح متاعنا والفلفل هكحل وكان عندكم نود المسكات دا كيف كيف تبرشوا هكا شوية يعطي البنة وتوا معلينة كان نخليو الخليط متاعنا يتيب في راحة راحتو حتى لين مطعم الفارينة ما يقعدش بكل كا وكل هكا البنة تتميزج مع بعضها وفي الأخر بكوليك نتحصلوا على قوام كريم معا انكم تخلطوا ما تخليوهش تطيبها كيكا وحدا لاي لازمكم هكا تحركوها كيتولي القوام بتاحها كريمي لهني انتم ما تتحكموا قديش تحبوها كريمية نجمو تخليوها خفيفة شوية لو كان بيش تعملوا بها اللازانيا وبش تزيدو تخليوها تطيب اكثر ما يقلقش لو كان حاشتكم بها خاثرة زيدو تخليوها نهني معنطا القوام انتم ما اللي حاشتكم به في الاوكلم بتاعكم كيفاش اكاو مفهومة حتى تعقيدات بكل بساطة وتكون النتيجة اكثر من روحة نهني كما تشوفوا كي تشوفها كابا المغرفة تزوقوها تثبتو تراوها كما تتولي معاش تهبط تولي سايي خسرة معانتها وقتها سيبون تتشيو عليها وكاو وهذه كانت وصفتنا لليوم ودبارتنا لليوم ان شاء الله تعجبكم صحة وبيش فيه مقعد نقول لكم ان شاء الله نتقابلوا في وصفة اخرى ودبارة اخرى وانتم تكونوا في الف صحة وعافية ما تنسيوش تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة